بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم معكم إبراهيم محمود مرسي فيديو الحالي بعنوان أرشفت ملفات الأكسل في المجلد الحالي أو عمل فهرس لملفات الأكسل في ملف الأكسل الحالي القصة كلها أن أنا عندي ملفات الأكسل كتير والملفات دي فيها يعني عملاء وكده وأنا عاوز أعمل فهرس هنا كده لملفات الأكسل اللي عندي بحيس أن لما نضغط على الاسم الملف يفتح للف الأكسل لا أنا عاوز العامل الفلاني يفتح للملف مش آآ صفحات هنا ولكن ملفات اكسل في تاني والفولدر ده عاوزين نعمله فهرسة هنا أو أرشفة أو كده يعني دي نفترض أن عندنا الفولدر ده الفولدر ده فيه آآ يعني آآ صور وفيه ملفات اكسل وفيه وفيه ايضا فولدر تاني كل ده فعاوزين نطلع ملفات الاكسل بس باختصار هنروح لتيب دي او نوع وندغط على كومبو بوكس الصغير ده واقول له اختار لي الاكسل بس اتنين دولات اللي هما فيهم ماكروز لا أنا عاوز الاكسل والاكسل اللي فيه ماكرو اللي اتنين دول او عاوز الاكسل بس تمام ومش بس كده انا ممكن اعمل فلتر كمان للملفات اللي هي اصغر من آآ صغيرة خالص اللي حجمها صغير او الملفات اللي هي حجمها كبير تمام فخلينا كده نسيب الفلتر ده عادي كده نلغي الفلترة دي وهروح للأسماء دي لا انا عاوز العملاء بس ده الديت طبعا فانا هروح للأسماء من هنا اه ممكن هنا كمان من الديت الفلتر بتاع الديت ده ممكن اختار آآ تاريخ معين او آآ الاسبوع الماضي او كده يعني مش دي قصتنا انا هروح هنا بس عاوز اعمل تقليل للحجم ده شوية فهختار ده وده 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 مسلا كده المجموعة دي بس اللي هعمل لها الارشفة خلاص المجموعة دي مجموعة العملاء دول او مجموعة البيانات دي انا عاوز اخدها من هنا اعمل لها آآ ارشيف او فيهرس في ملف الاسل بتاعي فهحددها كده وهضغط كليك يمين عشان انسخ المسار بتاعها للأسف ان القائمة دي ما فيهاش آآ نسخ كما صار لازم تضغط على زر شفت من لوحة المفاتيح وبعدين تضغط كليك يمين عشان تظهر معنا القائمة دي والقائمة دي هنا حاليا فيها آآ ماشي نسخ كمسار نضغط كده على خدت كده انا المسارات او العنوان بتاع الشغل ده ولاحز ان المسار بتاعنا بيبدأ اللي هو الكمبيوتر الحالي وبعد كده اللي اسمه جي وبعدين فولدر اسمه شغل وفولدر اسمه تدريبات اكسل وده طبعا الفيلترز اللي احنا حددناها حاليا طيب بعد كده انا عندي حاليا نسخت المسار في الزاكرة عندي هضغط هنا كليك يمين واختر باست فهيزهر معايا آآ الشغل بتاعي ده اللي هو ايه ال آآ آآ اسماء الملفات مش بس الاسماء ده المسار بتاعها كمان فعاوز اتخلص من المسار الطويل ده واحتفظ بالاسم فقط فهنا هضغط على اول تحرير لاول خلية معايا وهختار الاسم الملف بالامتداد بتاعه واختار آآ كنترول سي او كوبي ماشي ونضغط على وبعد كده نروح للخلية اللي جنبنا اللي جنبها دي ونختار بس يعني اعمل لسق هنا ده اسم الملف مع الامتداد بتاعه وبعد كده نعمل آآ على مقبض السحب من هنا فهيتم او نسحب الخلية دي فيتم آآ يعني ملء النطاق آآ بمعلومية العمود المجاور هتقولي ده حاليا كتب نفس الكلمة انا عاوز هنا يكتب لي اسم الملف الجديد هقولك في هنا اداة ظهرت معانا اسمها خيارات التعبئة التلقائية دي هتضغط عليها وتختار تعبئة سريعة او لو مش عند حضرتك لان طبعا الفلاش فل دي يعني اداة متقدمة آآ ظهرت في اعتقد الفين وتلاتاشر في اصدار الفين وتلاتاشر فلو عند حضرتك الفين وسابعة او الفين وعشرة او آآ قبل كده يعني الاصدارات الاقدم فمش هيكون فعل في خيارات تانية آآ عرضناها في فيديوهات سابقة ماشي وسهلة خالص وبسيطة خالص. المهم كده احنا وصلنا لايه? لاننا استخرجنا الاسماء الملفات الاكسل معانا هنا. وده الاسم الملف بالمصار بتاعه. آآ هنا ببساطة ممكن استخدم دلت آآ هايبر لينك هقول له يساوي. طبعا بالانجليش. هتعمل لي ارتباط ومحتاجة حاجة واحدة بس. هتقول لي دي محتاجة حاجة تانية اسمها لينيم اهيت. لا انا هختار دي كده اختار الخلية اللي هي ايه? ماشي. وهقول لك ان لو عملنا فصلة منقوطة كده لاحز ان او الاسم الصديق ده ده مكتوب بين اقواس مربعة. اي حاجة في وسيطات الدالة بتكون مكتوبة بين اقواس مربعة ده معناه ان آآ الشيء ده او الوسيطة دي لاني غير مطلوبة غير اجبارية هي اختيارية في الحالة دي ممكن تضيفها او ما تضفاش. والفرند لي نيم اسم الصديق يعني كويس مش وحش فهنضغط على الخلية اللي هي بي فور علشان نقول ان ده هو الاسم الصديق للينك بتاعي ونعمل اغلاق ونسحب الخلية دي او المعادلة دي في الحالة دي لاسفل او من هنا فهيزهر لهنا كل اللينكات. ببساطة ممكن تعمل الان تعمل آآ اخفاء للعمود ايه والعمود بي من هنا تحدد العمودين كده ماشي الاعمدة وتحددها بعد ما تحددها تضغط كليك يمين وتختار اخفاء ماشي بس انا مش عاملها اخفاء حاليا عشان العنوان الفيديو هنا وكمان الخلية ايه وبي وسي دي حاليا دول عما عملوهم ميرج في اه يعني هيكون في مشكلة بسيطة. فده مش موضوعنا. المهم حاليا ان انا لو ضغطت حاليا على كلمة مسلا ولتكن لعبة في اكسل دي. فمباشرة هيروح يفتح الفولدر اللي فيه الفايل ده ويفتح الفايل اللي هو اسمه لعبة في او لعبة في الاكسل وهتلاحز انها فتحت معانا هيك دي اللعبة اللي معانا اللي هي كنا عرضناها ايضا في فيديو سابق وده اللعبة دي تم برمجتها كاملة بالاكسل بمن خلال الاكسل وبدون يعني آآ اكواد وبطريقة بسيطة خلاص وشرحناها في فيديو سابق. لو آآ رحنا نفتح مسلا آآ واحد اتنين تلاتة اللي تحت خالص دي واحد بس عليها كده فبيتم فتح الملف طبعا الاكسل معانا الآن اهوت ماشي بدأ يفتح معانا الملف اللي هو اسمه واحد اتنين تلاتة دوت اكس اي ال اس اكس. تمام? اه بالنسبة للفرند لينيم لما بتروح حضرتك بالماوس على على اللينك كده فهو كاتب لي هنا فيه العنوان طبعا ده الهنت ده الهنت بيكون فيه اللينك نفسه ماشي اه ولكن يعني ايه اللي هو الاسم اللي ظاهر حاليا ده اللي ظاهر هنا ماشي انما الهنت اللي ظاهر ده او التلميح اللي ظاهر معانا ده في الجنب ده هو ده اللينك الاصلي اللي هو موجود فيه العمود ايه? ويمكن اخفاءه اه طبعا اه اللي هو العمود ايه هو العمود بيه ولكن والفرند اللي نيم ممكن نعدل عليه اه ببساطة خارس نكتب الاسم اللي احنا عاوزينه وممكن ايضا اه نستعيد عنه او اه نتركه اه بان الخيار ده اختياري وليس جباري. دي كانت الطريقة البسيطة او الخطوات البسيطة اللي حاولنا نشرح بيها ازاي نعمل ارشفة لملفات اكسل معنا في مجلد معين. المجلد ده قد يكون فيه يعني ملفات لعملاء او لمؤسسات احنا بنتعامل معاها او كده. اه مش عاوز كل شوية اطلع برا الاكسل ويابحث في المجلدات وهو فين الشغل بتاعي وكلام ده. ولكن يمكن عمل اه ارشفة او فهرس كامل لكل شغلي في الاكسل بالطريقة دي. وكده يعني اه نكون وصلنا الى نهاية الفيديو الحالي. شكرا لمشاهدتكم الطيبة. والى لقاء قريب. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة